سلام عليكم النهاردة هشارك معاكم أول نسخة كيك اتعلمتها في كات الماربلينج اللي هي الكيكة اللي فيها شوكولاتة وفاناليا بتردي كل الأزواق طعمها لذيذ جدا بس دي النسخة بتاعت المبتدئين سهلة قوي يا جماعة مكوناتها كلها في البيت كل انتم محتاجينه 3 بضات نص كبات حليب ونص كبات زيت فطبعا غير الخطوات البسيطة اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقت الكيك ده طريب طريقة مش طبعية المسام بتاعته ضيقة وهشة جدا يزيزة قوي في الأكل ومتشبعوش منها اللي أحلى من كل ده انها بتاخدش أي وقت تماما يعني تقريبا 10 دقيقة تحضير ونصف ساعة في الفرن تقدر تقولوا انه في أقل من ساعة تكونوا مجهزين طبق كيك زي الأومار كده جنب كبات الشيقة والقاو نصفت كيكة الأمهات لكن ماربل كيك فيها شوكولاتة وفيها فاناليا يعني يطرد كل الأزواق فتعالوا نشوف حضرتها الزي الكيكة دي مكوناتها في منطقة البساطة واللي قدامك دي المقادير احتاجت 3 حابات من البيض البيض بيكون بحارة الغرفة يعني بخرجه من التلاجع قبلها على أقل بساعة يفضل حجم البيض يكون كبير ويفضل كمان انه يكون دازل وعندي هنا نصف كبات حليب الحليب بيكون بحارة الغرفة أو دافئ يعني اتدفه في ماكريف تقريبا 30 سنين بيخلي الكيك طعمه حاله ولونه فاتح وكمان بيخليه طريق أكتر احتاجت كمان كبات من السكر 200 جرام واستخدموا السكر الأبيض النعم وعندي هنا كمان نصف كبات من الزيت استخدموا أي زيت نباتة تكونوا بتحبوه وآخر حاجة عندي هنا كباتين من الدقيق استخدموا دقيق بيكون فاخر أو متعدد لاستعمال وعندي هنا معلقة صغيرة من الفاناليا وجنبها معلقة كبيرة من الباكين باوتر وكعادة أي وصفة كيك بحضرها بجهز القلب بتاعي الأول وبسخن الفرن استخدمت سنين بايريكس عادية جدا ممكن مدورة مستطيلة مربعة أي حاجة متوفرة عندكم السنين اللي استخدمتها مقاس 22 في 33 ممكن 20 في 30 ممكن 25 في 30 كل المقاسات دي شغالة معنا وعلشان الكيك ميلزقش بغلف السنين من تحت بالفرشة بمسحة سمنة بلدي أو زبدة بس بحب السمنة البلدي أكتر بصراحة بتدي الكيك طعم حلو قوي وبتخليه من تحت ناعم كده وليه ملمس مختلف وعلى السمنة زودت معلقتين كبار من الدقيق وباخد السنين بحركة في كل اتجاه وعلى ورقة زبدة قدامي بنفض أي زيادة من الصناية بخبطها مرتين ثلاثة كده علشان أتأكد إن أي زيادة من الدقيق نزل تحت وده بيكون شكل قالب بعد ما غلفته غلفته من القعدة بس بالسمنة والدقيق ومغلفتش الجوانب ده هيساعد أكتر إن الكيك يكون مرتفع متماسك في الجوانب ما يكشش في النص أو يهبط تاني خطوة عملتها إن أنا نخلت المواد الجفت فطبق وازع نخلت كوباتي من الدقيق مع معلقة كبيرة من البيكن باوتر خطوة نخل الديق مهمة جداً بداش تفوتوها مش علشان بس الديق ما يكونش فيه كتر لكن كمان ده بيساعد إن الكيك يكون معاه كطاري وهش أكتر في الوصفة دي مش لازم عجان ولا مضرب كهراب أنت ممكن تستخدموا خلاطة عادي جداً زودت ثلاث بطاط بحرية الغرفة كوباية من السكر معلقة صغيرة من الفنالية ففقت كل المكونات دي مع بعض المدد خمس دقايق على أعلى سرعة لحد ما الحجم الضعف القوم بقى فلافي أكتر واللون بقى فتح في الخطوة دي وقفت العجان وزودت نص كوباية من الحليب شغلت العجان على سرعة هادية جداً وبدأت أنزل بالزيت بالتدريج بتنزلوش بالزيت مرة واحدة علشان ما يخليش الكيك يهبط معيكو يدوب الزيت والحليب يندمجه ونبدأ ننضيف الدقيق والبيكن باوتر اللي احنا خلطناهم على جنب بهدي العجان على الآخر وبزود الدقيق بالتدريج معلقة وراء معلقة تقريباً زودت الدقيق على أربع مرات وفي الآخر بوقف العجان بجيب سباتشولا أو معلقة جبيرة تكون خشب وبقلب من تحت الفوق وبجيب الجوانب ومن تحت كمان أتأكد من الخليط كله بقوم واحد ممكن نخفز الكيك ده كده زي ما هو بدون أي إضافات هيكون لذيزة جداً معاكو هتكون كيكة فانيليا يعني طعمها رائع لو حبينا نعمل كيك موربل اللي هو شوكولاتة وفانيليا مع بعض فهناخد كوباية من الخليط ده كوباية معياري الكوباية دي هسيبها على جنب وهقول لكم هنعمل بيها إيه دلوقت وباقي الخليط هغضو أصبه في الصناع فأغبط الصناع خبطتين وبسيبها على جنب عندي هنا كوباية خليط الكيك اللي أنا أخدتها على جنب زودت عليها معلقتين كبار من الككاو الخامل غير محلة وعليهم معلقتين كبار من الككاو الخامل غير محلة هنا كمان تنخله الكاو لو حبيه باخد كوباية خليط الكيك بالشوكولاتة وبزوده فوق طبقة الكيك معلقة جنب معلقة وبسيب مسافة بين كل واحدة والتاني بتشوبستك أو بيعود خشب به معلقة أو بسكينة حتى كمان وابدأ أعمل تمواجات بالطريقة دي لحظوا حركة إيدي أنا باخد أول واحدة في التانية في التالتة بعدين أرجع على التانية تاني بلف العود الخشب بحركة دائرية في قلب كل واحدة فيهم وبوصلها بالتاني وفي الآخر بلف عليهم كلهم من بره لحد ما اخد الشكل الحلو ده شوفوها مرتين أو تلاتة قبل ما تعملوا حركة دي وبصدقوني تعملوا أحلى من ما أنا عملتها كمان نخبطها خطتين علشان الكيك ما يكونش فيه فراغات من جوه الفرن بتاعي ساخن مسبقا على حرية 170 بحطها في الرافل في النص وبتاخد معايا بالضبط 30 دقيقة وده بيكون شكل الكيك الكيك رهيب يا جماعة كلنا كنا وقفين نقول هيا طلع أمتى علشان نقطع وناكله على طول راحت وكانت تجنن بخرجها على شبكة برد شوية بعدين بقطعها أنا كنت مستعجلة وكل اللي حوالي كانوا محتاجين يدقوا بسرعة فقطعتها على طول العادي بقطعها لولاد أصابع صغيرة يعني عاملة زي أصابع البسكوت كده تبقى لزيزة هما مسكنها في أديهم جمي كوباية الحليب لكن النهاردة بقى تصوير وحركاته كده هنقطعها بحجم كبير شوي شوفوا لي طلعوت الكيك عاملة زي ومنتهى لزيزة يا جماعة ركزوا لي في القوان بتاعها وشوفوا قد إيه المسام دقيقة وقد إيه طرية وهشة ونضغطوا عليها تسمعوا صوت الهوى جواها أصلا لزيزة مش محتاجين بغير كوباية قهوة أو كوباية شاي يعني على حسب ما زكوا أكتر وما تتخيلوش يعني نظرة الرضا والإعجاب في عيون أي حد يجرب الكيك دي هتكون عاملة زي بقطعها وبغطيها بسبب حارة الغرفة واللي حابب بياخد منها في أي وقت مش هتكمل معاكو كتير يعني هي هتخلص نفس اليوم أو بعد متطلع من الفرن على طول لزيزة وخفيفة وكتعة واحدة بس منها مش كفاية شاكت شي سهلة جدا مكوناتها كلها من البيت ومتأكدة هتكون أساسية معاكو ضمن أكتر الكيكات اللي بتحبوها جربوها وارجعوا وكتبووا لي رأيكو هنا في التعليقات بتشوفكو على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة مع السلامة يا حلوية